عشرون عاماً مرت على العراق لم تجد نفعاً في تغيير آلية اختيار الوزارات حيث الصراع الذي يشعله نطاق التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية جعل الصورة أمام رئيس الحكومة المكلف أكثر تعقيداً في اختيار 22 وزيراً جعلت المحاصصة صعوبة في إنهاء 40% منها أصداء مفاوضات القوى السياسية لتقاسم الوزارات كانت صريحة واضحة وضوح الشمس وعلى الملأ إذ التكتلات السياسية التي تقف بعض منها عائقاً أمام محمد الشيعة السوداني للانتقاء وفق الخبرات والكفاءات وبعضها الآخر يتنازع على إنتاج مرشحي وزارات لكسب كرسي في الحكومة المقبلة وهنا تحديداً أصبحت التوافقية ثيمة واضحة في ألية تشكيل الحكومة وفقاً للمفاوضات الجارية وما يتسرب عنها وهو ما عرضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ بداية أزمة الانسداد السياسي تعميق الخلاف السياسي لم يبقى داخل إطار الصراع على الحقائب الوزرية بين المكونات بل أصبحت بحسب مصادر في الإطار التنسقي داخل المكون الواحد وهو ما يحذر منه سياسيون مما قد يحيل بعض التحالفات الحالية إلى تصدع وتفكك مع اتساع دائرة الخلافات فيما بينها على تقاسم المناصب الوزرية التأزم الذي يعيق إنتاج السوداني لحكومته لم يؤخر جلسة البرلمان لمنح الثقة فحسب بل عمق المهمة أمامه لألية الانتقاء وفق ما يبحث عنه من تحقيق حكومة خدمية كما أشر لها الإطار قبل وبعد تكليفه وهو ما قد يجبره بحسب مراقبين إلى أن يخضع لنظام محاصصي صريح يقبله بما فيه من عيوب قد لا تسهل إنجاز أهداف برنامجه الحكومي في حال أنجز اختيار الكابينة بشكلها الكامل أزمة تقاسم الوزرات أجبرت السوداني على محاولة استحداث مناصب جديدة كوزرات ونواب لرئيس الوزراء والجمهورية من أجل إقناع الكتل والأحزاب بدعم حكومته مقابل منحها مناصب ووزرات ضغوط كبيرة إذن يواجهها السوداني علما أن أمامه بحسب المواقيت الدستورية مهلة ثلاثين يوما لتقديم تشكيلة حكومته والتي انقضى منها قرابة أسبوع على الأقل ما يعني أن هناك مخاضا عصيرا يواجه ولادة تلك الحكومة بل إن مخاوف تحذر من أن تتعرض مسألة اختيار الكابينة لإجهاض قبل أن ترى النور ترجمة نانسي قنقر